لمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أستاذ محمد صلاح مسؤول ملف الطاقة بجريدة الشروق صباح الخير يا أستاذ محمد صباح الخير عليك يا أستاذ محمد وعلى أستاذ محمد وعلى أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك ملف الطاقة من الملفات الهمة اللي كانت على أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه لرئاسة مصر وكان الحقيقة يعني حاطت خطط كثيرة للوصول ربما لما نحن عليه الآن الجديد أن مصر قدرت أنها تعمل ده في فترة زمنية قصيرة جدا قدرنا أن نحن نوصل يمكن مصر وفقا لهذه التقارير بتحتل المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التطور في ملف الطاقة وصولا للنهاردة اللي مصر فيه أعتقد أنه هو احتاج كان شغله على مدار السنوات الطويلة المدار السنوات اللي فاتت طبعا يا سيد الفاتحة نحن لو هنتكلم مصر طبعا خلال 2021 قصدت ما يقرب من 8 مراكز في مؤشر التحول للطاقة العالمي احنا العام 2020 كانت بتبنى 84 بقينا حاليا خلال 2021 بقينا رفعا 76 عالميا علشان حسادة المشاهدين يكونوا يعرفوا يعني ايه مؤشر التحول في الطاقة العالمي ده مخفي بيضم 115 دولة حول العالم ده بتضمن الاستدامة وبتضمن البنية التحتية للطاقة وطبعا بيتضمن معدلات الأمان والإتاحة والاستدامة البيئية والاستثمار لو هنتكلم على قطاع ايه اطلاقة بشقه اذا كنا هنتكلم في قطاع الكهرباء قطاع الكهرباء هو قطاع البترول كان هما الاثنين بدعم القيادة السياسية كان هما الاثنين يعتبروا فرصة الرهال او الحصان الاسود احنا هنتكلم على قطاع الكهرباء على مدار يعني 6 سيوانات او على مدار 6 سنوات الماضية تم دخس استثمارات اكتر من 517 مليار جنيه من حيث انشاء محطات توليد وانتاج كهرباء جديدة على اعلى مستوى تقل احدى الكهربائيات عندنا احدى محطة توليد وانتاج للطاقة الكهربائية من عن طريق الدورة الغازية اللي هي محطة انتاج العاصمة الإلرية الجديدة واللي هي كانت ضمن ثلاث محطات عملاقة من أستاذات شركة سيمانز العالمية النهاردة اللي هو هيتكلم فيه خطة كبيرة جدا 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 لأول مرة تدخب على الكهرباء المصري خط التطوير وتحديد شبكات النائل والتوزيح اللي هي كانت تمثل صداع مضمن في الدولة المصرية وكانت تمثل عبء وشكوى دائمة من المواطن المصري النهاردة ما فيش اشب لا فيه عندنا انقطاعات فكانت تكون غير موجودة بالمر الحتة التانية والاخيرة طبعا ده كان النتاج والحاجات اللي اترصبت عليه ان احنا عندنا الفائد بتاعنا وصل لأكتر من 25% من اجمال الطاقة المولدة احنا لو نرجع بالذاكرة الالفين واثناشر كان عندنا الانتاج بتاعنا 12 الف ميجا وات في حين كان المفترض ان احنا الاستهلاك بتاعنا كان يعني يتعدل لأشريل او 22 الف ميجا حاليا الاستهلاك بتاع حدائي الانتاج بتاعنا دلوقتي بيتعدل ل55 الف ميجا وات بينما اقصى حمل يعني الشبكة الكهربائية تقريبا احنا لو هتكلم لو 32 الف وده ما بيحصلش غير في الزروة او في وقت الصيف الحتة التانية انه ده اهنا ان احنا نكون كمصر المركز تحول اقليل من الطاقة احنا النهاردة مصر قادرة على الربط الكهربائي مع دول الجوار سواء دول عربية او من ثم الدول الافريقية واللي بدأنا سعليا بالسودان وبدأنا سعليا ونجحنا بايتمام الربط الكهربائي خلال المرحلة الاولى واللي مسترض ان شاء الله هيتم خلال عامين بالان شاء الله يعني زيادة الربط الكهربائي مع السودان الشقيق ل400 ميجا او 800 ميجا بالاضافة لزيادة الربط الكهربائي مع ليبيا او مع او مع الارتن اما فيما يتعلق في منظومة البترول واللي هي منظومة يعني شهدت مفرة كبيرة جدا جدا ونجحات مستمالية كان على رأسها انه تحققنا الكهربائي من الغاز الطبيعي اللي كان ليه نتائج كويسة جدا 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 ملف اللي كان شائك وكان بيمس العطبة قدام الاستمارات ان احنا نجحنا بفضل الكهربائي السياسية ومجهودات سيد وزير البترول وخيادات الوزارة الوطنيين الاكفاء في انهاء كافة ملفات الخاصة بالتحكيم الدولة واللي كانت تمثل تخوف كبير جدا جدا لدى المستحقات الأجانب بإضافة لتداد كافة المستحقات الأجنبية للشركات الأجانب اللي كانت متأخرة طبعا يعني هو أكيد أستاذ محمد مما لا شك فيه يعني هذا الملف تحديدا كان بيلقى اهتمام شديد من القيادة السياسية ممكن زي ما قلنا قبل كده مع بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيس لأن مصر كان عندها مشاكل متعددة في هذا الملف تحديدا أنا بشكر حضرتك جدا أن أستاذ محمد صلاح مسؤول ملف الطاقة بجريدة الشروك شكرا جزيلا على هذا الإضاحة شكرا جزيلا